اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل وجلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية اكد ان استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة للحكمين البحرينيين الدوليين نواف شكر الله وياسر تولفت المشاركين في ادارة نهائيات كأس العالم والتي ستقام في روسيا بعد اقل من اسبوعين يعبر بكل جلاء عن دعم جلالته المستمر للرياضة البحرينية بالصورة عامة وكواديرها الادارية والفنية على وجه الخصوص مشيرا سموه الى ان استقبال جلالة الملك المفدة للحكمين شكر الله وتلفت سيمثل لهم ادافعا قويا من اجل تقديم مستويات متميزة تعكس قدرة الطاقات البحرينية على مواجهة التحديات وتترجم ارادتها الصلبة على عكس الوجه المشرق عن بلادها في المحفل العالمي الكروي الاكبر وعرب سموه عن فخره واعتزازه بالحكمين شكر الله وتلفت لمشاركته مالي المرة الثانية في ادارة منافسات بطولة كأس العالم بعد ان تواجد في البرازيل عام 2014 مؤكدا ان اختيار الحكم البحريني للتواجد في اطقم حكام كأس العالم يؤكد التطور الملموس في مستوى الحكام البحرينيين ويعازز مكانة التحكيم البحريني على الساحة الدولية بعد المجاحات الكبيرة التي حققها الحكم البحريني وقيادته لمباريات البطولات الدولية والعالمية بكل اقتدار وأن اسموه الشيخ ناصر من حمد آل خليفة شكر الله وتلفت لتواجدهما في ادارة انهائيات كأس العالم والذي جاء اختيارهما لتتويج المسيرة المتميزة لهؤلاء الحكام عبر مردودهم الايجابي في الاستحقاقات الدولية والقارية والاقليمية وعلى امتداد السنوات القليلة الماضية كما ابدى سموه ايمانه العميق بقدرة الحكمين البحرينيين على تقديم مستويات متميزة في انهائيات كأس العالم المقبلة خاصة بعد المستويات التحكيمية المتميزة التي ظهر عليها الحكمان في ادارة مختلف المباريات